اشتركوا في القناة وفور وصوله استقبل من قبل القائد فوج الدرك الوطني رقم 18 وبعد ذلك قام باستعراض افراد الجيش الوطني ومن ثم وضع الحاكم اكليلة من الزهور في قبل الجند المجهول كما اكد علي هارون بان الاحتفال بهذه المناسبة يعد تمجيدا للاجيار الماضية وتخليدا لذكرهم هذا واختتمت المناسبة بعروضا عسكريا ضمد مختلف الوحدات العسكرية بالمنطقة ونال اعجاب الحضور مدينة مصروح حضرة اقليم بهر الغذال كغيرها من مدن البلاد احتفلت بالايد الوطني الذي يعد رمزا زمنيا نالت فيه البلاد استغلالها بتاريق الحادي عشر من اغسطس لعام 1960 مناسبة تم فيها عرض الكثير من الارود الاسكرية المختلفة باقليم بهر الغذال وبحضور حاكم الاقليم احمد حسين موغيني والذي كان في استقباله الخبير الاسكري محمد طاهر موسى ممثلا لقائد القوات الاسكرية بالمنطقة رقم 4 مناسبة كان فيها حماس وطني من الجنود الاسكريين بالمنطقة كما قام حاكم الاقليم بوضع اقليل من الزهور على ضريه الجند المجهول وذلك تمجيدا لضهايا الوطن الحبيب على غرار مدني واقاليم البلاد فقد احتفل سكان مدينة امجرس هاضرة اقليم لنادي الشرق بالذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال وذلك بهدور حاكم الاقليم تغن اديبي بردي الى جانب السلطات العسكرية والتقليدية والاداريين بالمنطقة فضلا عن ممثلي جمعيات المجتمع المدني والمضعوين حيث بدأت المناسبة بوضع اقليل من الزهور في مقام الجندي المجهول من قبل حاكم الاقليم والذي قدم خطابا شكر فيه رئيس الجمهورية ادريس ديبي اتنو القائد الاعلى للجيش الوطني الكادي وكذا قواتنا البواسل الذين ضحوا بدمائهم وارواههم من عجل استدباب العمن والاستقرار ودهر الارهاب كما اضاف بان هذا التاريخ سترى باهرف من زهب في سجل تاريخ شات المؤاصر كما طلب من سكان مدينة امجرس لاسيما اولياء الامور نشر الوعي استقافي وغرس روح المحبة والمواطنة في نفوس الاطفال هذا وتخللت المناسبة عرض عسكري لمختلف الوهدات العسكرية من افراد الجيش الوطني الكادي وقوات الحرس الوطني والرحل والدرك الوطني وافراد الشرطة الوطنية الى جانب العرض الشعبي الذي دمه ممثلي جمئيات المجتمع المدني وتلاميذ المدارس اشتركوا في القناة